تدافع الاستراتيجيات وصراع النفوذ المتجدد بعيد عن الحسم وليس له ساحة مثالية كالعراق يجتمع فيها الخصمان ويقفان بانتظار ساعة الصفر إلا أنها قد تؤجل لوقت مجهول في مكان معلوم في العراق طالت المخالب الإيرانية فضايقت اليد الأمريكية المسيطرة على البلاد وسواء أكان تسليم بلد بحجم العراق لإيران خطأ أو فعلا متعمدا فالنتيجة واحدة كل العراق حكومة وأرضا ومؤسسات يخضع للنفوذ الإيراني بل وتبني طهران نسخا لحرسها الثوري تضرب بها من تشاء وقت تشاء وذاك لدى الأمريكيين كما يقولون خط أحمر ملامح الإرهاق الأمريكي لكبح الجماح الإيراني بدت واضحة عندما أجلت وللمرة الثانية زيارة مقررة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي لواشنطن المحجة الثانية لسياسي العراق بعد طهران والتأجيل هنا لا يخضع لبديهيات العلاقات الدولية ولا بروتوكولات الزيارات بقدر ما يخضع للتوتر الأمريكي الإيراني في المنطقة والأهم رغبة واستعداد البيت الأبيض لاستقبال مسؤولي المنطقة الخضراء تأجيل الزيارة ترك علامات استفهام كبيرة لعلاقة عبد المهدي بواشنطن بالرغم من أن الأخيرة بدى راضخا للضغوط الأمريكية عندما قرر دمج الميليشيات بالقوات المسلحة لكنه عجز أيضا عن الوفاء بوعوده لبومبيو الذي قدم له أدلة على تورط ميليشيات الحجد بالهجمات الأخيرة التي استهدفت السفارة الأمريكية ببغداد آيار الماضي الياسو من عبد المهدي دفع واشنطن لخطوة أكبر من الغضب فقررت تخفيض عدد دبلوماسيها في أكبر سفارة لها في العالم ببغداد وكأن الأمر خطة مؤقتة لحمايتهم بعد التهديدات الإيرانية المتزايدة أزمة عبد المهدي تبدو مركبة خصوصا أن أركان حكومته وأضلعها الكبرى تتبع لتحالف الفتح المقرب من إيران ما يضع الرجل بين نارين نار النفوذ القادم من الشرق وغضب الإدارة الأمريكية التي أتت به إلى العراق ماذا لو لم تحتل أمريكا العراق هل سيسمع لإيران صوت فيه يقول التاريخ والحاضر القريب لا وفي القادسية وحرب العراق الدفاعية في الثمانينات شهادات وعبر